حلقات متواصلة من التصعيد على الجبهة اللبنانية تنذر بالتساع نطق الحرب والتوتر الإقليمي حيث ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن صواريخ عدة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة مارغليوت بالجليل الأعلى وفي وقت سابق دوت صافراته الإنذار في مناطق عدة شمالي إسرائيل في الأثناء أفد إعلام إسرائيلي أن السلطات تشتبه في إطلاق حزب الله طائرة استطلاع مسيرة لتصوير منطقة مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسرية أكشف الإعلام الإسرائيلي عن إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع مسيرة ووسع حزب الله من نطق استهدفاته في إسرائيل إذ أعلن الحزب في ثلاثة بيانات منفصل أن عناصره استهدفت موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وموقع رويسات العلم بالقذائف المدفعية وموقع حدبيرون بالقذائف المدفعية كما أفد إعلام إسرائيلي أنه تم إطلاق عشرة الصواريخ على الجليل الأعلى وصفد ومحيطها من جنوب لبنان وتم اعتراض بعض الصواريخ المتجهة نحو صفد وأنه طلب من سكان الجليل والمنطقة الشمالية البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ وتزداد المخاوف من اتساع نطق الحرب في ظل سلسلة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل وعلى وقع تلك المخاوف أكدت تل أبيب استعدادها دفاعيا وهجوميا في وقت عززت في حليفتها الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة للدفاع عنها بالتزامن مع ذلك تتواصل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار الإقليمية